أشهد ضرائب غريبة وغبية على مر التاريخ الوقت الذي تزعجك به الضرائب التي تفرضها مختلف حدثمان استمرار القوة الدولة المالية إلا أن الاطلاع على هذه الضرائب المثيرة للدهشة سيشعرك بأنك في نعمة كبيرة لقاء ما تدفعه للضرائب اليوم ضريبة النوافذ في قرن الثامن عشر أحتاجت بريطانيا الأظمى للبحث عن طريقة يمكن أبرها جمع الضريبة من الناس أبر إثقال كاهل الطبقة الثرية دون الفقراء ففرضت ما يعرف باسم ضريبة النافذة والتي فرضت المال على علد النوافذ في المنزل وعلى اعتبار أن الأغنياء يسكنون في منازل كبيرة فقد كانوا يدفعون أكثر من الفقراء لكن الضريبة ألغيت في عام 1851 بعد احتجاجات عارمة لأن كثير من الفقراء سكنوا منازل الكبيرة والفساد في جمع الضريبة الذي أثقل كاهل المواطنين أنذاك ثانيا ضريبة الورق الحائط المطبوع لم تكن ضريبة النافذة الوحيدة التي حاول أبرها الإنجليز إجبار الأغنياء على دفع المال ففي عام 1712 فرضت الحكومة الضريبة على ورق الحائط المطبوع وتم التحايل على هذه الضريبة من خلال تركيب ورق جدران عادي والرسم عليه في وقت لاحق ثالثا ضريبة القبعات في عام 1784 وجدت الضريبة القبعات التي كانت أحد أغرب الضرائب في التاريخ وسبب توقف الناس عن ارتداء القبعات للتملص من دفع الضريبة تم فرض الضريبة على أي شيء يغطي رأس حتى أن كان شعرا مستعارا رابعا ضريبة بودرة الشعر المستعار في عام 1795 فرضت الحكومة البريطانية ضريبة على مساحيق التي أبقيت الشعر المستعار أبيض اللون وذات رائحة منعشة بطبيعة الحال فرضت ضريبة جعل الناس يتركون استعمال البودرة ما يجعل الشعر المستعار يبدو مزريا خامسا ضريبة الحزام رائي البقر ارتداء حزام كبير من التفاصيل والزغاريف العديدة أصبح مكلفا في ولاية تكساس فهناك ضريبة على أبازيم الحزام الضخمة والمعدات الراعي البقر الأخرى مثل الحذاء والقبعة ووفقا للقانون ولاية تكساس فإن الحزام الراعي البقر يعتبر ملحقا بالملابس وليس قطعة أساسية ويخضع للضريبة بقيمة المبيعات المضافة وقدرها 6.25% سادسا ضريبة اللحية كان القيصر البيتر الأول المعروف باسم بطرس الأكبر مؤيدا كبيرا للتحديث الاجتماعي حكمه بين عامي 1682 إلى 1721 وخلال فترة حكمه طبق العديد من المعايير لمساعدة الروس على مواكبة نظراءهم الأوروبيين واحدة من تلك المعايير كانت ضريبة اللحية ولكي يحتفظ الرجل بلحيته بموجب القانون كان عليه أن يدفع ضريبة قدرها 100 روبل لذلك انتشرت في تلك الفترة ظاهرة الرجال حليقي الذقن وأصبح مشهدا شائعا للغاية سابعا ضريبة الطوب فرض الملك جورج الثالث ملك بريطانيا ضريبة على طوب عام 1784 مساعدة في تمويل الحرب ضد الثوار الأمريكيين وتم التحايل على الضريبة باستعمال هجال الطوب ذات حجم كبير لاتفادي دفع المزيد من المال وألغيت الضريبة في عام 1850 ميدادية حتى اليوم يمكن رؤية مباني تاريخية في بريطانيا مبنية بطوب كبير الحجم ثامنا ضريبة مناطيط الهواء الساخن في ولاية كنسناس الأمريكية مثل العديد من الولايات والبلديات الأمريكية تم فرض الضريبة المبيعات على الجولات السياحية والخيارات الترفيهية الأخرى لذلك أن ذهبت في رحلة منطاد الهواء الساخن في كنسناس فستوفر المال عليك عن طريق قضع الحمل وترك المنطاد عائما في الهواء حيث يعتبر المنطاد الهواء الساخن وسيلة نقر مما يعني أن ضريبة المنطاد الهواء الساخن لا تخضأ للضريبة ولكن إذا ظل المنطاد الهواء الساخن مربوطا بالأرض أعتبره رحلة ترفيهية وستدفع رسوما أضافية تاسعا ضريبة الغاز الصادر من الماشية توصلت الدراسات إلى أن الغاز الميثان الصادر من الماشية يشكل حوالي 18% من الغازات الدفئة في أوروبا لذلك فرض العديد من الدول الأوروبية ضريبة على المزارعين من أجل الحد من انتشار الغاز الصادر من الأبقار وتتحمى دنمارك القدر الأكبر من هذه الضريبة حيث تصل قيمتها إلى 110 دولار على كل بقرة تصدر الغاز عشوان ضريبة على غير المدخنين على الرغم من أن الحكومات تفرض ضرائب على سجائر لحد من انتشار ظاهر وتشجع المدخنين على إقلاع عن هذه العادة إلا أن الأمر لا يجري كذلك في الصين ففي عام 2009 واجه المواطنون في مقاطعة صينية الأكس من خلال تخيير الحكومة لهم بشراء السجائر أو دفع الضريبة المترتبة على التخلف عن الأمر فقد كانت الضرائب السجائر توفر تدفقا ثابتا من الإرادات والعزوف عن شرائها كلف الدولة الكثير من الخسائر وأخيرا اكتبوا لنا بالتعليق أي ضريبة أدهشتكم من هذه الضرائب العشرة بالنسبة لي أدهشتني الضريبة التاسعة لأن هذا الأمر لا أعتبره عقلانيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة